موسيقى السلام عليكم ورحمة الله مشاهدين الأكارم هذه حلقة جديدة من برنامجكم حديث الصحافة نبدأها من وكالة أنباء الأناضول التي نشرت لمراسلها في غازي عينتاب محمد شيخ يوسف بعنوان رئيس الحكومة المؤقتة أربعمائة مدرب أمريكي يشرعون بتدريب المعارضة السورية الشهر المقبل جاء فيه أكد رئيس الحكومة السورية المؤقتة الدكتور أحمد طعم أن عملية بدء تدريب مقاتلي المعارضة المسلحة ستكون الشهر المقبل مع وصول أربعمائة مدرب من أمريكا مؤخرا وفي حوار خاص أجره طعمة مع مراسل الأناضول أفاد أن المشروع سيبدأ الشهر القادم ويكتمل في الأشهر التالية وهو مشروع طموح يهدف إلى إنشاء قوة لتغيير الواقع العسكري على الأرض بما يخدم الشعب السوري موضحا أنها ستكون في عدد من دول الجوار الدول التي تحرص حرصا شديدا على نجاح الثورة وهي من ضمن مجموعة أصدقاء الشعب السوري على حد وصفه وحول الجهات التي ستقاتلها هذه القوة قال إنه بالنسبة لهم الأمر واضح وهذه القوة ستقاتل كل جهات التي تتعارض أهدافها مع مصلحة الشعب السوري وعلى رأسها النظام المجرم الذي نكل بالمواطنين ولا يريد أن يعطيهم حريتهم وكرامتهم وبالتالي بالنسبة لهم أحد أهداف هذه القوة سيكون مواجهة النظام وشدد على أن من مهامها أيضا مواجهة الفكر المتطرف التي المتشدد الذي أذاق الناس كثيرا وأذل البشر ودمر الحجر والبشر وأصبحت حالة الإنسان في ظله أسوأ بكثير مما كانت عليه فالهدف الأساسي هو الشعب السوري وتغليب مصلحته فوق كل مصلحة وصولا إلى التوجهات الأساسية في قيام نظام بديل عن النظام الدكتاتوري السابق وإقرار مشروع الدولة المدنية الديمقراطية التعددية وبينا أنه في النهاية يأتي هذا البرنامج ضمن المشاريع المطروحة وفيه كثير من الإيجابيات التي تعول المعارض عليها كما أنها لا تعول على مشروع واحد فحسب بل على عدة مشاريع تمكن الشعب من التخلص من ذلك المأزق الذي أوقعه فيه إجرام النظام على حد تعبيره وحول أعمال الحكومة المؤقتة كشف أن الحكومة الثانية نشأت بعد نيل الثقة في بداية كانون الثاني الجاري وهي حكومة ستستأنف مشاريع وأعمال الحكومة السابقة وتوسيع أعمالها لتشمل شريحة أكبر من الشعب وأضاف أن هناك مهام كبيرة ومصاعب جمة تسعى الحكومة لتجاوزها من أجل الخروج بصورة حسنة وأن هناك تحديات كبيرة بترتيب المجالس المحلية وبقدر ما يتم العمل على بناء المؤسسات فإن ذلك ينعكس على نتائج أفضل وكذلك بالنسبة لمديريات الصحة والتربية وترتيب شؤون وزارة الدفاع والداخلية والوزارات المستحدثة والتي يتوقع أن يكون لها أدوار إيجابية في المستقبل حيث تخدم المواطنين من خلال قوى الشرطة وهناك أمور أخرى بحاجة إلى جهود ودعم من المواطنين وتقديم الدعم والعون من الدول المانحة على حد تعبيره موقع تركي بريس نشر مقالا للدكتور مصطفى الستيتي بعنوان السلطان عبد الحميد يمنع عرض مسرحية مسيئة في أوروبا جاء فيه في عام 1890 ميلادية ألف مارك دوبوني من أعضاء الأكاديمية الفرنسية دراما بعنوان محمد وسلمها إلى الكوميديا الفرنسية ثم نقلت الصحف خبرا عن الشروع في إجراء التدريبات اللازمة لتقديم المسرحية وأن ممثلا سوف يؤدي دور نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وتحتوي المسرحية على إساءة ونيل من الشخصية المعنوية لمقام النبي عليه الصلاة والسلام لم يتأخر موقف السلطان عبد الحميد أرسل على الفور خطابا إلى رئيس الجمهورية الفرنسية سادي كارنوت عن طريق السفير العثماني في باريس صالح مونير باشا وكان مطلع الخطاب على النحو التالي حول التحضيرات المسرحية باسم حضرة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وهذا المطلع يفيد بأن المسرحية تتجاوز بعدها الفني إلى لعبة صراع حقيقية كما قام عبد الحميد الثاني بتوجيه تحذير شديد اللهجة عن طريق السفير الفرنسي في اسطنبول كونت مونيبلا ووصل الأمر إلى التهديد بقطع العلاقات الفرنسية العثمانية في حالة في حالة ما إذا سمح بعرض المسرحية في فرنسا وبالفعل كانت نتيجة هذه التحذيرات الجدية والصارمة أن تم التراجع عن عرض المسرحية غير أن الكاتب كان مصرا على عرضها فتوجه إلى خارج فرنسا وتحديدا إلى إنجلترا والتمس عرضها هناك معتقدا أن ضغوط عبد الحميد لن تجدي نفعها هناك بيد أن جهود عبد الحميد أفلحت في إلغاء عرض المسرحية وتمكن عبد الحميد بفضل العلاقة الجيدة التي كانت تجمعه مع وزير الخارجية الإنجليزية اللورد ساليس بوري من استصدار قرار يمنع عرض المسرحية في جميع الأراضي الإنجليزية ولم ييأس مؤلف المسرحية وزادت آماله خاصة بعد أن غادر اللورد ساليس بوري وزارت الخارجية وحل محله روزور بوري وكان أكثر جفاء للإسلام من سلفه واتفق صاحب المسرحية مع أحد المسارح في لندن لعرض المسرحية لكنه فشل في مساعيه وتمكن عبد الحميد مرة أخرى من منع عرضها ثم كان عرض هذه المسرحية في باريس بعد أن تم تغيير اسمها من محمد إلى باردايز وتغيير محتواها نزولا عند طلب السلطان كان السلطان عبد الحميد متوقد الإيمان شديد الغيرة على كل ما يتعلق بالإسلام ورجال الإسلام وتاريخ الإسلام واليوم تتكرر الإساءات لمقدسات المسلمين في أوروبا ويطبق صمت القبور على مواقف حكام المسلمين بينما المسلمون اليوم بيدهم سلاح النفط الذي يمكن أن يفرض على العالم احترام مقدساتهم لو كانت لديهم الإرادة الصادقة ويحتج أصحاب هذه الأعمال المسيئة بأن ذلك يدخل ضمن حرية التعبير وحرية الإبداع لكن مزاعم الحرية والإبداع تختفي تماما عندما يتعلق الأمر بغير المسلمين فهل يجرؤ اليوم أحد في أوروبا أو أي مكان من العالم على التطاول على اليهود أو حتى التشكيك في قصص المذابح التي يقال إنها لحقت بهم في أوروبا وخصوصا في ألمانيا في العهد النازي صحيفة ميدل إست آي نشرت مقالا لشريف نشاشيبي بعنوان الفشل ينتظر السوريين في روسيا جاء فيه المحادثات حول سوريا التي ستشمل الحكومة وبعض أفراد المعارضة السورية حيث من المقرر عقدها في نهاية هذا الشهر في موسكو وإن حدثت فإن نصيبها الفشل التام وعلى ما يبدو فإن الحكومة الروسية وحدها تعتقد غير ذلك هذه المحادثات بالكاد هي أقل بكثير من توقعاتها نحن ذاهبون إلى روسيا لمقابلة شخصيات المعارضة ونقاشهم حول إطار الحوار لا لبدء الحوار كما قال بشار الأسد حسب ما أفاد تقرير وكرة الأنباء الفرنسية إحدى المشكلات الأساسية تكمن في من سيقابل مسؤول النظام من شخصيات المعارضة هذا في حال ذهب أي منهم وقد نفت الجماعات الرئيسية في المنفى مثل ائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية حضورها هذا اللقاء المقترح من قبل روسيا حليفة الأسد إلى اليوم لم توجه دعوة إلى أي من قوات الثوار المسلحين ما يشكل دليلا على عدم جدوى هذه المخادثات وفي حال تم التوصل إلى اتفاق فإنه من المستحيل تطبيقه دون وجود تعاون مع القوى المؤثرة على الأرض ومع التفكك المتزايد للمعارضة المسلحة والتوسع السريع للدولة الإسلامية فقد أصبح الموقف أكثر تعقيدا من أي وقت مضى وقد قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في الرابع عشر من شهر كانون الثاني إن ممثلي المعارضة سيخاطرون بخسارة نفوذهم إن لم يحضروا المحادثات إلا أن حكومته استبعدت أصحاب النفوذ الأكبر من هذا التصريح هذا في حال قبول المعارضة الدعوات المواجهة إليها وحتى أغلب جماعات المعارضة الصغيرة داخل سوريا والتي يتسامح معها نظام الأسد رفضت أو لم تقرر بعد الحضور حسب ما أفادت التقارير وفي هذا دليل على آفاق هذه المحادثات يبدو أن أحد الأسباب الأساسية المسؤولة عن لا جدوى هذه المحادثات تكمن في افتقار الأرضية المشتركة للحوار وهو السبب نفسه الذي أدى إلى فشل مؤتمرين جينيف السابقين حيث كان أحد الشروط المسبقة لجماعات المعارضة إيقاف قصف النظام الذي لم تأخذه حكومة الأسد بعين الاعتبار والأنك من ذلك فمن الصعوبة بمكان رؤية من من شخصيات المعارضة سيقبلها النظام بوصفها ذات مصداقية لديه لتشارك في الحكومة المستقبلية هذا إن قبل بأي منهم وذلك لأنه يعتبرهم جميعا بالأساس إرهابيين أو دمى أو بأنهم ليسوا ممثلين للشعب السوري ما الذي يجب توقعه من أحد أهم حلفاء الأسد لعجب إذن أن جماعات المعارضة لا تضيع وقتها على هذه المبادرة سيئة التخطيط وأخاضية الجانب إن استطاع المرء أن يدعوها بالمبادرة وسيمضي هذا الشهر مع استمرار الحرب المروعة التي لم تنوي محادثات موسكو حلها أبدا صحيفة العربي الجديد نشرت مقالا لميشيل كيلو بعنوان داخل وخارج سوريان جاء فيه في الثورة السورية أو ما بقي منها غالبا ما يستخدم مصطلحات داخلي والخارج بمعنى جغرافي سطحي تترتب عليه نتائج سياسية سطحية بدورها فالداخل في الفهم الشائع هو ما يوجد في سوريا والخارج هو العكس ما ليس داخلها ولأن هذا النمط من الفهم يفصل الداخل والخارج فصلا تاما عن بعضهما فإنه لا تقوم بينهما في السياسة مناطق تواصل أو تفاعل مؤثرة وينجح النظام وبعض معارضيه في ربط مفهومي الداخل والخارج بأحكام قيمية ما أن تطبق على الواقع السياسي حتى تنتج مقاربات غير سياسية حوله تجعل معارضي الداخل وطنيين وثوريين بامتياز بالمقارنة مع مناضل الخارج الذين تحوم حولهم الشكوك ويتعرضون لاتهامات متنوعة هذه النظرة التي تربط سلامة العمل الوطني بالموقع الجغرافي وليدة عقدة نقص تتبناها جهات في معارضة الخارج تقيم ارتباطا سببيا بين صحة خطها وعملها وبين انتقالها الجسدي إلى الداخل إلى أراضي سوريا الوطنية وتزعم أن من يعيشون خارجها يعجزون لهذا السبب بالذات عن اعتماد سياسات ومواقف صحيحة حيال قضايا الداخل التي تفرد بكونها وحدها قضايا الثورة والشعب بهذا الفهم تصير خطوات الائتلاف السياسية وقراراته خارجية أو بالأحراب الرانية وحتى عندما تنصب على أكثر قضايا الداخل حساسية وصميمية ويخضع العقل السياسي والمعارض لمشكلة مفتعلة ذات عقابيل ضارة تضعه في مواجهة إكرهين ينبع أولهما من رؤية تجعل الموقع الخارجي الذي يقود الثورة ويمثلها أقل قيمة وصدقية ومركزية من الموقع الداخلي رغم خضوع الأخير لاستبداد قاتل يجعل معارضته مستحيلة أو ضعيفة أو خطرة على من يمارسونها وغلبة الدور الدولي على أدوار الفاعلين السوريين وخصوصا منهم الذين يعيشون ويناضلون في الداخل وينبع ثانيهما من خطأ الاعتقاد بصعوبة وأحيانا استحالة تطابق خيارات الخارج مع خيارات الداخل ومصالحه وما يحتمه هذان العاملان من تهميش للداخل في ظل ائتلاف بقي خارجي التوجه خلال الفترة التي أعقبت إقامته ليس كل قرار يصدر في الخارج سيئا وليس كل من يعيش في الداخل مناضلا ولابد من اعتبار السوريين جسدا واحدا يأنشط في صحة نضالية مشتركة تجسدها أهداف شعبهم وألامه وتضحيته لو كان النضال يتعين بأحكام قيمية قيمة جغرافية لكن هناك اليوم شعبان سوريان داخلي وخارجي ولما تضامن أحدهما مع الآخر ولا استحال تفاعلهما الإيجابي مع أية أفكار ومواقف مشتركة وإنما ظلت سوريا وطن الشعب واحد أتف له المتظاهرون السلميون ويقاتل في سبيله منذ ثلاثة أعوام ونصف العام مقاومون وطنيون يضحون لتحقيق هدف لا يحيدون عنه وهو الحرية موقع أخبار سوريا اليوم نشر مقالا لعقيل حسين بعنوان في انتهازية وسائل إعلام الثورة وحرقها جاء فيه لقد كان مثيرا شريط الفيديو الذي بثته ما تسمى بشعبة المعلومات وهي جهة أمنية يقال إنها تتبع الجبهة الشامية ويظهر حرق نسخ من جريدتي سوريتنا وصد الشام يوم الأحد الماضي في منطقة ما من حلب وذلك عقب خروج العديد من المظاهرات في المدينة وريفها تنادد بموقف الصحف المعارضة من الحادثة التي استهدفت صحيفة شرل إيبدو الفرنسية حيث اتهمت هذه الصحف بالتضامن مع الجريدة الباريسية التي دابت على نشر رسوم تتعرض للرموز الإسلامية وفي مقدمتها النبي محمد عليه الصلاة والسلام وعلى إثر ذلك صدر قرار من شعبة المعلومات هذه بمنع توزيع الصحف السورية الخمسة التي تصدر عن المؤسسة السورية للطبع كما تم اعتقال أحد الأشخاص الذين يقومون بتوزيع هذه الصحف في حلب بالإضافة طبعا إلى حادثة اقتحام مركزي إذاعة فريش والتدريب النسائي في بلدة كفرنبل بريف إدلب من قبل عناصر من جبهة النصرة قالوا إنهم كانوا يعتقدون أن صحيفة سوريتنا تطبع في أحد هذين المركزين فقد أوحت هذه الفصائل لجمهور العاطفي وغير القارئ والمحتقم بالأصل من فعل الصحيفة الفرنسية أن كل هذه الصحف وليس سوريتنا فقط أعادت نشر الرسوم المسيئة للرسول عليه الصلاة والسلام بينما الواقع أن سوريتنا هي فقط من عبر عن تضامنها مع الجريدة الفرنسية بوجه الهجوم عليها ومقتل صحفيها دون أن تنشر هذه الرسوم طبعا بل أعادت نشر رسوم كاريكاتورية لصحيفة الفرنسية تسخر فيها من بشار الأسد وتظهره كقاتل متوحش فلماذا إذن تم إظهار الأمر على النحو الذي تم عليه؟ لا شك أن بعض الفصائل الإسلامية استغلت تصرف صحيفة سوريتنا هذا لتحقيق الهدف الذي كانت تسعى له منذ أشهر وهو الانتقام من مجموع الصحف الخمسة التي كانت توزع في مناطق المحررة وتحمل خطا تحريريا واحدا تقريبا وهو في أحد جوانبه يدأب على انتقاد الفصائل الإسلامية وتسليط الضوء على حراكها في الثورة وتصرفاتها على الأرض تصرف متوقع إذا ما قرأناه من زاوية الصراع السياسي الذي يستخدم فيه كل طرف ما يمكنه من أدوات وأسلحة من الطرف الآخر وضد الطرف الآخر بل يزداد واقعي إذا ما تم النظر إليه من زاوية السورية الداخلية وضمن ذلك يمكن أن نقرأ قيام المكتب الأمني لجبهة النصر في حلب باستدعاء موزعي الصحف قبل أسبوعين من هذه الحادثة والطلب منهم الحصول على موافقة مسبقة من المكتب قبل توزيع أي عدد منها الأمر الذي أدى لإعلان هؤلاء الموزعين استقالتهم من المهمة وقد كرروا الرجاء من إدارة المؤسسة السورية لطباعة أن تطلب من إدارات هذه الصحف تخفيف حدة لهجتها وتوخي الحكمة في توجهاتها التي تصطدم فيها مع أقوى الفصائل العسكرية وأشرسها في ظل غياب لأي قانون أو آلية أو مؤسسة يمكن اللجوء إليها لتنظيم مثل هذا العمل وفض النزاع فيه فضلا عن الحماية لا أدري إن كان هناك وصف آخر أفضل من الانتهازية لهذا التعامل من قبل القائمين على الأمر وإلا ماذا يمكن تسمية عدم الاهتمام بمصير الكوادر في الداخل وتجاهل المطالب المتكررة والنصائح العديدة بهذا الخصوص بما أنكم تعتقدون أن ما تقومون به بطولة بالفعل وطالما أنكم مؤمنون جدا بالرسالة التي تؤدونها على هذا الصعيد وما دمتم مستعدون فعلا لدفع حياتكم ثمنا لهذا المبدأ فلماذا لا تنقلون مكاتبكم إلى الداخل وتواجهون كل هذا بأنفسكم كما تفعل كوادركم هناك بهذا المقال نكون وصلنا لنهاية حلقتنا مشاهدين الأكارم على أمل لقائبكم دائما بكل خير نترككم برعاية الله وشكرا على حسن المتابعة السلام عليكم ورحمة الله شكرا على المشاهدة